اهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلت لكم نجمينة عندي كلام كتير جدا عاوز اقوله بس هخليه هو اللي يقوله لان انا عاشرته على مدار بشي 12 سنة بس لا اكتر من 12 سنة وهو لسه داخل وانا فاكره وازاي دخل النادي الاهلي وازاي كابت نحمد مهر قدمه لمستر هيدوكوتي او المدير الفني هيدوكوتي وقتها اللي هو من باعتبره من المدربين العظماء اللي جوا من النادي الاهلي كابت المحمود ازايك ازايك ازاي حضرتك يا كابتر اخبارك ايه الحمد لله يا كابتر وحيشني الله يخريك سلام نعيد ان تقبلش مع بعض بس يعني القلوب عند بعض انت من اعز الشخصيات اللي الله يكرمك الله يكرمك كل المستوى كل الاجيال حقيقة الله يكرمك مش عارف ابدأ معاك من اين هل من النوبة ولا من بلاء القاهرة ولا ابدأ معاك ازاي انت اتولدت في النوبة لا اتولدت في قريب بمبان دي فين دي بقى قريب بمبان دي في اسوان برضو مركز دراو اه لان دي بلد امي اه ابويا من نوبة بس ابويا جي مع ابوه اللي هو جدي ما انتعرف مع انشاء السد العالي وكده ايوه كان فيه هجرة بقى النوبين لان النيل العلي ايوه وتقريبا كل القرى النوبية غرقت يعني يعني انت وجزورك اصلا نوبية نوبية اه نوبية واسوان نوبية وامي من بمبان من بمبان اه قريب بمبان مركز دراو اه انت لعبت كرة امتى هل لعبت في النوبة ولا لعبت في اسوان ولا لعبت في القرية اللي كنت فيها ولا لا انا تولدت في بمبان من موليد بمبان اه عدت فيها كم سنة لا ما عدتش انتقلت بقى على طول في القاهرة وعيش بقى في حي بولاء في القاهرة نزلت بقى الحياة المودرن اه الفترة دي طبعا وكان انا محزوز طبعا ان انا بنتمي للنوبة وده حاجة طبعا كلنا مش انت بس بنعتز بيها الحياة برضو بعتز بحي التاريخي الحي الشعبي حي بولاء اه برضو على فترة حي بولاء ده اه في مولد نجوم كتيرة جدا فاكرهم اه طبعا فاكر طبعا مين قل لنا كنا في كابتن منصفرياد اه كابتن عوزيزة عبدالشافق كابتن شوق عبدالشافق كابتن نبيل نصير برضو كابتن علاء عبدالصادق اه في مجموعة كبيرة وعافكة فيه اجيال فيك كابتن كامل اندراوزا كان كابتن مصر وكابتن زكا عثمان اه وكابتن زكا عثمان اه طبعا فيه كتير الحقيقة يعني مجموعة كبيرة الحقيقة خرجت من بولاء طيب انت لما اتنقلت بولاء الحقيقة كلها اتنقلت من الصعيد اللي هنا في القاهرة بزرعة كان سنة كام لا ابوي قبل ما تولد يعني ممكن انا يعني اتولدت في اسوان انت اتولدت في بولاء بقى لأ في بنبان قريب بنبان في بنبان انا موليد قريب بنبان اه انما قبل كده كان ابوي انتقل للقاهرة وكان بنسبة لزوف شغله وكنا عايشين في القاهرة انت حظا كويس بقى لان اتولدت في عز الحر انا ستاشر تمانية ستاشر تمانية اه انت فعز الايالة زي ما بتقال اه والله طيب بدأت خلاص جيت اللي عاد بقى تفو بولاء حي بولاء حي بولاء لقى بتقرأ امتى او بتقرأ في الشارع بقى في الشوارع والحارع اه الشارع والحارع كان سنة كم سنة منزلت تتلعب في الشارع من بداية من 87 كنت فيدي تنزل مع اصحابنا والجيران ونلعب تحت في الشارع كنت عاملين فرقة ولا فرقة اه دايما طول النهاردة كنت نلعب كرة في الشارع طيب بس المكبرنا شوارع كابتن اه تلعب بقى كرة كبيرة وكان موجود ساعتها اتسكر طبعا لسه مش هلخش بس من الكلمة المرحلة بتاعت اللي هي وانت بتلعب في الشارع اه تمام الاسرة كانت بتساعدك انك تلعب ولا كان بتقول لك بقى ابني لو فلحت لا كانوا بيعترق طبعا اه كانوا بيعترق دايما كان فيه كده برضو اعتراض انما انا يعني كنت بعشق الكرة ومش انا بس كل اولاد الجيران بتوعنا اكيد لا ما دي زمان الشوارع دي كان زي الاسترداد دلوقتي وماركس الشباب بالظاف كان ليك كم اخ موجود معاك في البيت في العددكو اه كنا احنا خمسة خمسة اه اخوة كبير صبري اسمه محمد اساسا ما لقبش كرة كان بيلعب برضو بس ما استمر ازاي واحمد وعندنا عائشة وزينب دول اخواتي حد فيهم كان بيساعدك انك تنزل تزاوغ وتلعب كرة في الشارع لا لا احنا بنرجع من المدرسة لو لو في واجب زغار كده بتعمله من بداية المرحلة ابتدائية وكنا ننزل الشارع بقى ونلعب باي مجموعة على فكرة ممكن لقى في الشارع ده الحارة اللي جنبنا الشارع اللي ورانا بس اختلفت بقى الظروف بقى والظروف اللي ساعدتني وخليتنا نلعب كرة بقى هي موضوع اللي انا مراكس الشباب مراكس الشباب دي اللي افضل كبير اوه علي طيب كنت شاطر وانت صغير في المدرسة كنت زاكي بس ما كنتش ملتزم في يعني ايه كنت زاكي وبا كنت الشاطر لا كنت افهم كويس بسرعة افهم كتب بسرعة اه بس مذاكرة كانت قليلة يعني هل الزكاء ده افادك وانت لعب كرة وانت بتلعب كرة اكيد في قاراتك بقى يعني اللي بتاخدها مع مور الزمن مضيجة اكبر قاراتك في حتى في الملعب في الملعب مستوى الزكاء طبعا بيفرق مع العيب بيستوى التفكير وبياخد لان كلها قاراتها كابتن في العالم اكيد اكيد طيب خلي بقى نقولك كابتن محمود ولا دكتور محمود اللي رايحك في كلها ولا كابتن على طول احسن يعني الناس عرفتك على انما طبعا المركز الادوي بتاعك كدكتور ده من حقك ان ده انت تعبت فيه لحد ما اخدت فيه الدكتوراه بس المرة كنت كابتن عليش حتى سألت السؤال ده كان هو دكتور اسنان كابتن ولا كدكتور ولا كابتن قال لي لا انا عايز أبقى مميز معاك وابقى دكتور اه كلكم كابتن وانا ابقى دكتور طيب يعني عايز نقولك دكتور وفي الكلية بحب اقول زميلي يقولولي ده يا كابتن ايا كابتن اللي حركت يقوله يعني لا الانت اللي رايحك انت كابتن كابتن طيب هل فيه وانت بتلعب في الحارة او في الشارع الناس اللي حواليك كان فيه لعيبة انت شايف ان هم ذو لو راحوا اي نادي يبقوا لعيبها جامدة اوي كان فيه طبعا فيه اه فيه طبعا فيه اجيال قابلينا مفيش حد منهم موسم لا قريب مني اوي من منطقة بتاعتي اه لا محدش لعب كورا بس فيه يعني كان فيه مسلا محمد مصطفى ده معنا اه عدو في النادي وصديق مقرب ليه الحقيقة كان لعيب كورا اوي ما اكملش فيه طارق نونا برضو كان جارنا ما اكملش فيه محي فيه ابراهيم حسن ده برضو بس لعب في اتحاد الشرطة ما كبر شوية بس او توفى الله يرحمه كابتن فريم حسن الله يرحمه فيه مجموعة يعني لابت وانديها صغيرة وزي ما قالت ذكرنا الاسماء اللي هي لابت بقى على المستوى النادي الاهل وعلى المستوى الزمالك والمستوى الدولي هل وانت فيه ولقوا بتلعب كورا في الشارع مع اصدقائك هل حلمت في يوم الايام ان انا ممكن تسرق طبعا على التلفزيون وعلى الماتشات والكلامنا كله انت كنت من صغرك اهلاوة ولا زمالكاوي ولا بتشجع ايه لا اهلاوي اهلاوي بالرغم هو كان زمالكاوي بس انا حبيت الاهل كنت بتعنيد ابوك لا ابدا والله ايه طعم متعرفش بقى الاسباب ايه اه انا حبيت النادي الاهل هو احيانا كابتن النتائج احيانا بعض اللاعبين نحن انت حضرتك الجيل بتاع حضرتك ده موجود حضرتك مثلا انا عسل المسال الكابتن الخطيب وكابتن سابت وكابتن اكرامي مش عايزين ننسى حد برضه اصرته واكيد زودته من شعبية النادي الاهل انا اللي خلينا احبه مسلا برشلونة مسلا تابعه بتاع كان مصر حبيت مصري ومن خلينا اللاعب والنجم الكبير ده هو بيزود شعبية اله طب واشمعني قلت مصري مصري محمد صلاح ليه ومحمد صلاح في ليه طبعا طبعا ان مصر كلها من بقى روط العرب كلها اه اه دي حقيقة حقيقة طيب لما جيت بقى وانت برضه ما كانت ليش الاجابة لما وانت بتلعب في الشرع كده وبدأت تروح نركز محلمتش انت بتلعب في نادي كبير زي النادي الاهل على الزمالك بكلام ده كله طبعا 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 يعني كان في حاجة جوية احكيها لحضراتك اه انا كنت مميز زي ما الناس تقول انت ممكن تلعب في نادي ويعني اديونه ثقة شوية اه مين الناس دي بقى اصدقائنا الناس الكبار شوية اه اه الحقيقة دي بتلقى ايه لينا جمهور برضو اكيد اكيد الناس اكبر مننا في سنة تفرجوا علينا الناس كبتنزل في طقب في التفرج في الشوارع وفي الساحات على اللعيمة الكرة اه فترات الصيف كان بقى فيه بطلاب بقى بتتم طبعا على ملاعب المدارس اللي عندها مسلا مدرسة عباس في السبتية كان مدرسة السبتية بزب كان يجي في الصيف ويبقى فيها دوري برضو كده بنشارك فيه اه بس انا كانوا عندي حاجة غريبة جدا انا كنت بقى تفرج على مشارة الناشئين في النادلالي اه اللي هما السن بقى مولوية 60 دور وانت كنت في مركز شباب الجزيرة او لا وانا كنت في مركز شباب الجزيرة طب مركز شباب الجزيرة وانت موجود في مركز شباب الجزيرة مين من اللعيبة اللي كانت تلعب معاك لا فيش حد ما فيش حد مين المدرب بتاعك اللي كان مواما لانه مدربين عظماء والله بس ما خدوش حظوه ماتقول مين كابتن محمد عثمان الله رحمه اه طبعا الاسماعيلي اه كان مدرب كبير اه وكان بيدرب زم حدك قلت كده الاسماعيلي لما انتقل كان بيدرب في مركز شباب الجزيرة مركز شباب الجزيرة وبعد كده الملعب ده حضرتك لو متذكر برضو اخدوا نادي المقولين العرب وقاعت فترة فيه بالزبط اه وعرفتك يا كابتن محمد عثمان برضو درب في نادي الزمالك برضو ومتابق بص ما كان بتدرب على نفس الملعب ده انا بتكلم على المدربين ايو 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 يعني كابتن محمد عثمان ضرب في الاسماعيل وضرب المقاولين وضرب في المالك انت ضربت مع كابتن محمد عثمان اه طبعا طبعا ما اخدكش ليه لالاسماعيلي او المقاولين لا اخد للمقاولين دي حكاية بقا ممكن اقولها لك اه ما تلازم تحكي بقا لحاجات الناس بتعرفهاش بص يا كابتن هو دائما يقول لي تعالي انا عايزك تيجي تيجي عندي نادي المقاولين وانت لعبك بس انا ما كنتش حابة بك مش مائل لا خالص خالص ويقابلني في ملك الشوف الجزيرة او راع في ملك الشوف الجزيرة يقول لي مش هتيجي عندي المقاولين فمرة من المرات اخنعني وما اتضاني استمرات عفكة في نادي المقاولين ياه اه بس منحص الحظ برضو انا قطعت عن التمين ما كنتش بروحه اه جات فترة كده برضو من الحاجات اللي خالها منعيتني انا كنت عايز بلعب بالفوتبول ده بقى الجزمة تاعت الكورة دي اه ما كانش عندي يا كابتن دي عطلتني شوية اللي هي القديدة الزديدة اللي كانت طالعة لسه اسمها لابلتة بالزبط اه كانت لسه بداية القديدة بالزبط في الفترة دي طب انت بس كتغالي عليها بقى مددش جيد لا ما كتغالي علينا كلية سألت عليها مش حابة بسبعين جنيه ولا حاجة صحبا اولك 90 جنيه اه طب انت انت البست سوري الحزاء اللي بتاع الكورة اللي هو بتاع مجاهد اللي بيتعمل فيه المصامير بداية فيه لا ده ملحقتوش ده كده ملحقتوش ده اه ملحقتوش ده معلم فرجلان لحد المصامير دي اه اه بس كل النجوم والكمار بدأ ما خايش فيه غيرها اه بالزبط لقى تفصيل دي اكت بالزبط كده اول مرة البست فيها حزاء كورة سوري كنت فين فيه مركستوى الجزيرة ولا ده قلع اول رحت فين لا جيت نادى الاهل نادى الاهل بس ماكنش بتاعي انى كنت شاته من واحد صحبي طبلي انا هروح بقى النادى الاهل بقى وهو وبادلة بقى بدأت النادى الاهلي بدأت كابتن فتحه موجود هو شغل دلوقتي اه فين في امبي دلوقتي في امبي وكان في نادى النيل هو وكان شغل في نادى النيل اساس مع كابتن أحمد مهر الله يرحمه هو كان في الجيش مع كابتن أحمد مهر وقال لي ما تيجي تشوفك وتجرب حظك تجرب حظك فين؟ في النادي الأهلي بس انا كان عندي 17 سنة ساعتها وكابتن أحمد مهر مدارب 20 سنة طب استنى بس قبل ما تخشوا الحتة دي انت قلت ان جزمة الكورة دي عطلطة كتير قوي في ايه؟ بس ده من حظي قطعت عن المقاولين العرب عشان ما عنديش جزمة كورة ما لكنت تلعب ايه قبل كده؟ الجزمة تعباتها دي اللي هي القماش دي صويرة دي تزحلق بقى وشكولانا بس هي دي اللي كنا نملوكها يعني طب لما روحت الان المقاولين ما كانش عندك ما تبوقش جزمة؟ لا ما كنتش لسه أنا داخل بقى بدأت الاختبارات وبدأت دخولي على الفريق لسه دي خدمتك بقى عشان بالزبط طبعا نعم بالله عشان العظيم امت فكرت او مين اللي قالك تعالى هواديك النادي الاهلي هتلعب كورة في النادي الاهلي؟ هو كابتن فتح عماشة فتح عماشة اول ما قالك هتروح النادي الاهلي ايه اللي ضر في زهنتك؟ كان فيه رهبة كابتن رهبة؟ كان فيه رهبة نمت يوميا بالليل؟ لا كانت صعبة كابتن ولكن مش صعبة جيدا صعبة اه انا كنت انا فيك جزئيك واقولها لحضرتك ام انا كنت اتحكي الحاجات انا كنت باجه اتفرج على التدريبات اغلبها يعني تعاليك خصوصا يوم الاربع عشان لو ماتش يوم الخميس اه بيبقى انت بتلعبوا تقسيم ايوا فبرضو كنا نلم صاحبنا كده نتماشى نعدي كبرى ابو العلم اهم الزمالك كده على الملكة شعبة ماشي اذا بتشرفت البمور كان عامل ازاي؟ اه كان مليان مليان اه في التدريب في التدريب اه اه كان فيه واشكال محفوظة كده بالزبط كده يعني نشأت صداقة بين المجموعات وبعضها اه الناس الجميل دي كلها بتصاحبه بعضها فيه ناس كانت زمان تيجي بالشغل عالتمريل مزبوط مزبوط يا عدي كبرى قص النيل كده ينزل التحرير ناس كتيرة جماهير بقى يعني كان داما الناس مواصبة الحقيقة قد يكون مكانش فيه اش بعمل كرة زي دلوقتي حقيقة حقيقة طب انت لما قالوا لك انت هتروح النادي الاهلي وكنت في مركز شباب الجزيرة دخلت وانت ماشي كده من عند بيتك اعتبر بتتخرم كده من جور بالزور طب وانت بتخرم ايه لي ايه لي فكرت فيه و ايه لي ضار في زهنك وازاي انا هاخش النادي الاهلي طب هعمل ايه وانت بتقول كنت بيتفرج عالتمرين يعني قبل ما يقولك بتروح النادي الاهلي كنت تفرج عالتمرين ايه اللي ضار في زهنك سعد انا كنت كبتن بروح حتى الماتشات بتاع التفريق اللي هي موليد ستين دول كان مجوب بقى عصام رياد واحمد شبير وكان مارة عبدالغفار وقاشف صبح مجموعة كبيرة ومحمد يونس يعني عفو ان لن نسيت ناس كنت روح اتفرج عالماتشات دي اه ما دولت بقى انا عايز اجلك انت عامل سنك عامل شو بسنك ابص عليهم احس ان لقدوا احسن مني كنتش بروح اختبرت خيال يا كابتن يا اه اه يعني انت كنت بتقس نفسك باللعيبة دي اه اه وابقوا اكتر من مرة واتباحهم انت تفكيرك جريب اول صح ومراكز على المجموعة دي بتاعتي اه بعدين احس ان انا لقدوا الافضل مني بس النقطة ديت ساعدتني في الكورة كبا اديت عنك حاجة دي بقى بالزبط اه اقولها لحضرتك اشتغلت على نفسك اه دي نقطة النقطة بس اكمل بس الجزئية اه وابقوا ارجع على الحتة دي كمل بكنت بقى كابتن مشكلة عندي ان احس ان الاد المجموعة الحسن مني اه انا مش حاسس ان اه هو السمرت بقى في المركز شباب الجزيرة كابتن الحد ببقى عندي 19 سنة 19 سنة كابتن فتح اماشا كان مع كابتن احمد مير في الجيش اكيد الكابتن كان عقيد او عميد في قوات الجوية وكان معاه في نادي النيل وكان معاه في نادي النيل اه واللي جاء شف سبحان الله كابتن اللي خلاه قرب من الكابتن احمد مير كان هو كان بشتغل مدارب مع كابتن محمد عثمان ام وكابتن محمد عثمان كان صديق الكابتن احمد مير وقاله تعالى بقى عشان يساعدك بقى في الجيش وتع ويخلك تحضر التدريب وكذا وكذا فتحي هخليك يعني يجندك معاه في القوات الجوية وفعلا الجند الكابتن فتح عماشا مع كابتن احمد ماهر في القوات الجوية وبقى اللي اتنين مع بعض عرفو قبل ما نسى كان فيه كابتن فوزو الصوي الله يرحمه الله يرحمه طبعا والكابتن فيه كابتن بقول لما تفتكر قول اه برضه قول كان مداربين مهمين جدا لسعدونا الحقيقة وعرفك على المستوام عالي جدا والله وسعدونا ودي الخطوات الاولى بتعلمنا الكورة اساس الكورة بالزبطة كاب ده تعرف احنا اول ما روحنا نلعب بالكورة الكبيرة دي تعرف كان مشغلتنا ايه تعرف الاوفر ده كده اه بتعبش تعمله بتعبش واقف الكورة اه وغنين عالكورة الشراب بقى وبتاعه دي الموضوع تاني والملعب الكبير ومن ساحات الواسعة تخبطها في الرصيف والجيلا تخدها بالنحقة التانية فالحقيقة الفترة دي يعني بمساعدة المدربين دول الحقيقة افادونا كتير بشكل كبير الحقيقة كابتل ما روح طوله انا عندي ساشار سنة كان مسك عشي قال لي بص يا ابني انت كويس ممكن يعني تكمل طب ايه قالت جيلي السنة الجاية كنت تكلم ده في نص الموسم اه اعتقل كم شهر يناير يا كابتل شهر يناير يا كابتل شهر يناير اه انا عندي جنيه كده تسعة وسبعين اه عندك جنيه جنيه شايلو كده اول جنيه خدتوا منها دلقات اول جنيه اول جنيه وشايلو لحد دلقات ايه شايلو بصرفتوش يعني في الفترة ديت روحنا كان فرقة دي طاعتكابتل احمد مال راح تلعب مباراة كده حبية في دمياط ده عشرين سنة بقى لا تسعتاشر تسعتاشر يبقى ابو عشرين ايه بالزبط انا كان عن تسعتاشر مجموعة عشرين وراحوا فاكرا وكتبت عليه تسكار وكذا كذا اسم المدينة مش عارف ايه طب ادهولك بالنسبة ايه الجنيه ده لكن بوكت مانيا كدت بوكت مانيا وانت لسه بش اساسي وخدت جنيه ما انا مسافر معا ما اخب بوكت مانيا عشان الله ارحمه كابتان ماري يقسم معاك اه اه شايلو يعني محتوظ به الحمدالله الحد اول جنيه خدتوا الناد ادي كابتان احمد ماهر او لا لي افضل على ناس كتير الحي اه طبعا لا هو كابتان احمد ابراضي على بشكل كبير يعني اسم المعرابي وبقيت العناصر بقى اللي هم جمدهم دربهم وكملوا في المعراب بس انت ارتبطت بالكابتان احمد ماهر يمكن جدا يمكن لما كنا في السفريات برا هامنروح معسكرات في المانيا وهنا وهنا كنت انت اسم المعرابي ازا ما كون مثلا ولاد احمد ماهر ماشيين في ديله حقيقة الاب نروح وكنت روح بعد من خلص التامنين وروح البيت وبالليل روح فين نروح ندنديل تعابلوه هناك اه نقعد مع بعض ومع الاصدقاء احنا صاحبنا اصدقاء كابتن ماهر في الفترة دي واحنا صغارين اه يعني اقول ايه فضلك بيه الله يرحمه الله يرحمه يا عسين ايه الحاجة اللي هو عملها لك انت لحد هذه اللحظة ما تنسهاش غير الجنيه هو اللي هو اللي تلقاني هو اللي شافك ايه وحقول له حضرتك حاجة تانية يعني برضو بس مكامل الجزئية دي قال لي مش انت مش حضرت يعني انت وروح لكابتن هاني مش ه كابتن هاني مصطفى اللي يعني يابنا دي مصطفى يابناش فيه يا ربه يعفيه اه امين كان بيتضرب عشرين سنة الفرقة اللي هي تسعتاشر تسعتاشر كابتن ماهر في الفرقة العشرين وبعدين بيقى تسماها واحد وعشرين كويس انت روحت لكابتن ماهر من اول انا قال لي يا ابن انت التقم اللي انت لابسه دوت وانا كنت لسه برضو مفترة قلت في الكلام ده برنامج مع الكابتن شوية اه قال لي كابتن اه هاني مصطفى بقى شيكو اه طبعا قال لي مش هنزلقك الملعب لو رحت له انت معاه في السنة في المحارس خلاص انت السنة الجاية تبدأ معايا ان شاء الله تبقى والاشتريت طاقم جديد لا طبعا المهم يعني كابتن اه السنة ديت اه دخلت بقى السنة اللي بعدها رحت للكابتن اه احمد ماهر في السنة ديت حصل موقفة كابتن كان فرقت كان الكابتن هاني مصطفى ماسك منتخب الشباب اللي لها بكسل عالم في الاستوراليا اه اه سنة الثمانين كان علاء ما يهوب وطهرب وزيت وحشيش والناس دي وحمادة صدقي وحمادة صدقي وجوه محمد عشور والرهيم الوصري كان شلة كبيرة اول شلة كبيرة اه شلة كبيرة اه شلة كبيرة اه ورجعوا ده المنتخب يعني اعتقد وصلوا لدور الثمانية وخرجوا مظهور وفي التوقيت ده هو جيته يعني ايه اه معاها القيد بتاع النادي الاهل القيد الفرق تعقطع الناشئين الكابتن هاني رجع من المنتخب على النادي ولا فضل مع المنتخب ما اعتقيتش مش مذكر بالزبط يعني انت لما جيت انت بقى اه هو مسك 19 برده وكابتن احمد نفسي بفرقة عشرين يعني ما صعدت في عشرين كان الكابتن ما عافش فين بالزبط الكابتن هامل فرق اه اه انما كابتن مار كان موجود اه بس جي في التوقيت ده يا كابتن القيد بتاع العبين اه وما انا متذكر حكاية بقى برده دي تحسب لكابتن احمد ما كان الكابتن من صفح حسين هو اللي مسك بتاع الناشئين الله يرحمه يا حسيني اه وانا العب جديد بقى ما حدش يعرفني خالص خالص القيد قال له لا انت تقايد مين ده قال له معرفوش محمود صالح ده بيلعب ايه ده قال له ده بيلعب مين يقول كده هو الكابتن اه الصفح حسين صفح حسين اه وخناقة بقى تمت تقامت خناقة معركة بين الكابتن احمد ما مصمم يقايدني وهو مصمم الكابتن وصفح حسين ما قايدنيش طب ليه هو مش مقتنع باية اه شافك يعني في التمرين يعني يكون شافني اه مش عارب بقى ايه السبب اه 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 اكيد شافني يعني نعم وقال له بقى لا احنا عندنا اه اه اسامة عباس وامحمد حشيش دول راجعين من دول ابو كاس حالم اه دول خلاص اللي هيلعبه ده هيبقى فين دم ده انا بكرة يعني بدون قطع كلامك كابتنم الصفح حسين اللي ليه فضل علينا كلنا انا واحد من الناس والخطيب ومصطفى يونس وكرامي وكل الشلة دي كلها وقصف حاليم وزيز وكان سيد السبب كل الناس كلها كابتن الصفح حسين اللي قبل الروح بتاعنا امم ما عاشي توفي Umm كده اول ويتنظر وكان كده امم لما قالي لكابتن الصفح حسين قالي اه لا امرkie أحمد ماير صمم حصل بقى حتى انا حاسب ان فيهم 애 مشكلة بقى انت حاسب بيه مجواك بقى لا ده يعني ده حبات رهيب اه خلاص بقى انت اعملك رحمة انت الفرصة اللي انتو كتا عاوز تروحها وتوصلها وصلتلا بس لسه مش الطموع بيجي بالتدريج بقى كبتل محمد مهر قال لي تعالى قلت طب يعني ان شاء الله تقيد تتقيد عايز تلعب عايز تلعب ناشئين عندك هدف الدرجة الاولى عايز تبقى بالتدريج كده طبعا خلاص بقى اول خطوة انتهت بقى انا هنروح فيين تانا ما لكش تعالى نروح نادي النيل لا مانيال لا مكانش لسن كبيران عندهم مان خلاص لسن عندهم لها اعمار الزهار كبتلعب اه بِلعب وشركو في منطقة القاعدة اعملت ايه بعد ما اقولك بقى لا او قال ليه ما تقلقشوا انتهت تعالى والحمد smash في الفتر دي بقى 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 ابؤول حضرتك بالتسلس كان فيه انتعاف حضرتك الليب Lore قلت حضرتك تتيرسكر لما جي كلوب الشاي جيت مستر كلوب الشاي جيت مستر كلوب الشاي هيدوكوتي. اه بس مصر هيدوكوتي جي قاعد معاه شهرين. عرفوا على كل حاجة. بالضبط قاعد معاه ويحضر التدريبات وابتاعه. واحنا قلنا جاي يبطل للعبة كبيرة. اه معاهش ان ييتو كانت ايه بقى. لا معنا انا اول ما جي مصر كل شي ده. هو مدرب ليه افضل علي. طبعا. انما هو لما جيه. اه كانوا اخد فكرة ان لازم اللعبة كبيرة تبطل. انا والحطيب ومصطفى يونس وشلة كبيرة جدا. وكان الكابتن صفت وكان تنتهار الشيخ. في مجموعة كبيرة. فيقال لي انت هتوعد احتياط. طبعا هاعدي احتياطي. بس اللي بني وبينك الملعب. كان اي مدرب بيجي وانت عارف الكلام ده. تمام. اي مدرب كان يجي يقول له اقول له اللي بني وبينك الملعب. عادنا احتياطي عادني. بس لما حط رجلي مش هتوضر تشلني. مية مية. فشلني الفتر. انت عارض لك كابتن كنت برغم كنت اكبر لاعبين سنة. بس انت عارض لك انت احسن لاعب كنت بتتمرط. بإخلاص وأعرف أنا طعب كنت بعمل حاجة ممكن أنت تتذكرها أنا دائماً في الحاجات اللي هي عمور دك معاي أنا بقى معاي السبلنتات مع بعض مش عابق أنا كنت حابب وكنت أحب أتمرن معاك جداً أنت كنت أحسن واحد تتمرن في الفرقة ما أنا عشان بعمل إليكم أنا برد بالناشئين كمان اللي طلعين مفيش مدرب يقدر يبطل العيب اللعيب هو اللي بيبطل نفسه بنفسه طبعاً وكل إحنا مرنا شخصية مرد بالتجارب دي وممكن في سياق حديث هحقولها لحضرتك آه فعشان كده أنا لما قال لك لوتشاي كده طلوك اللي بيني وبينك كان الكابتن طهب عادي وكان الكابتن جوهري كمان جي والكابتن سايز جي كل المدربين اللي جم بالضبط كنت أساسي موجود معا كنت في الأول بقعدني بعد كده فجيك لوتشاي بيقول لي بعد ما قعدني احتياطي وجيبي لعبني أول ماتش كنت ألعب معاه كان كوزموس الأمريكي فلعبت وجيبت جول وعملت الطهر وشيب جول قال لي لا انت بشي طاعد موالي يا كابتن عشان انت مستني الفرصة دي بالضبط كده تتمرن كويس بجدية وبإخلاص ولما تيجي الفرصة تبقى جاهز لها كابتن فاكر الصورة دي أه طبعا قول لنا كده الأسابق كابتن صف عبدو محمود صالح علاق ميهوم محمد حشيش ربيع عسين مجد عبدالغامي مبد الرجب شوبير علاق عبدالصالح طريق خليل مين ده كابتن ممكن يكون آمن شوئي مش باينة الصورة شوية احنا ندور على المراكز اللي نقصة كابتن في بكرايت هنا علاق وبكليفت ربيع وانا وحشيش وماجدي في نص الملعب وبدل يرجب حد من المجومة كابتن ممكن يكون آمن شوئي عتقل الشكل كده تقريب اه